اشتركوا في القناة يسمى مخطط التحكم في المراحل والانتقالية كما تفضل زميلي في الدرس السابق على ذكر أن موضوع ابتحان شهادة البكالوريا يحتوي على التحليل التزامني التحليل التزامني يتمثل في إنشاء ميمتا ممنون كما قلنا وهو مخطط التحكم في المراحل والانتقالية في درسنا اليوم نتطرق إلى كيفية إنشاء غرافسات أو ميمتا ممنون لأشغولة معينة وهذه الأشغولة مختارة من نظام ألا وهو نظام صنع الشوكولاتة وكثيرا ما يجد تلامذتنا صعوبات في إنشاء ميمتا ممنون لأشغولة معينة أي لأشغولة مختارة لكي ننشئ هذه الأشغولة يجب علينا أولا لكي ننشئ ميمتا ممنون لأشغولة معينة يجب علينا أولا أن نعرف دفتر الشروط يجب أن نعرف دفتر الشروط ثم الإختيارات التكنولوجية أو جدول الإختيارات التكنولوجية وجدول الإختيارات التكنولوجية لكي نعرف المنفذات والمنفذات المتصدرة والملتقطات التي تحويها هذه الأشغولة كذلك يجب علينا أن نعرف ميمتا ممنون القيادة والتهيئة جسئي وهذا لكي نعرف المرحلة التي تعطينا الإذن بالتشغيل الآلي التي تعطينا الإذن بالتشغيل الآلي ثم كما يجب علينا أن ننظر أيضا إلى أو أن ندرس ونتمعا في ميمتا ممنون القيادة والتهيئة جسئي وهذا لمعرفة مرحلة الإذن بالتشغيل الآلي ثم معرفة أيضا ميمتا ممنون تنسيق الأشغولات وهذا لكي نعرف مركز الأشغولة بالنسبة لأشغولات النظام بأكمله نبدأ الآن في تحرير أو إنشاء نبدأ عفوا في إنشاء هاته أو هذا أي الميمتا ممنون تنسيق أو ميمتا ممنون جي بيان اللي هو نسميه أيضا ميمتا ممنون الإنتاج العتي لأشغولة ثلاثة والأشغولة المختارة هي الأشغولة التفريغ والمزج وهي الأشغولة رقم ثلاثة أولا نبدأ بتعيين الأشغولة كما هو مبين في الرسم الأشغولة رقم ثلاثة ثانيا نعين المرحلة الإبتدائية لهذه الأشغولة والمرحلة الإبتدائية ترقم كما يلي أولا رقم الأشغولة ورقم المرحلة فهنا نلاحظ أن رقمها هو ثلاثين ثلاثة يعني رقم الأشغولة وصفر يعني رقم المرحلة وبهذا يكون رقم المرحلة هو ثلاثين نبدأ الآن ثم بعد تعيين المرحلة الإبتدائية هناك منادات إلى الأشغولة ننادي الأشغولة منادات الأشغولة يكون بالانتقالية أو القابلية X ثلاثة وX ثلاثة هذا يعين أو يبين رقم الأشغولة التي نناديها أو التي تشتغل من ممنون تنسيق الأشغولات ثم الإعطاء بعد المنادات الإعطاء بالتشغيل أو الإذن بالتشغيل L وهو المرحلة X104 نبدأ الآن في التحرير أولا المرحلة الموالية هي المرحلة 31 هذه المرحلة من حسب دفتر الشروط هي تفريغ الحليب في المازج بواسطة الكهرو صمام EVC لمدة عشرين ثانية هذه بعد إذن المراحل أو الأعمال المرفقة لهذه المرحلة هي فتح الكهرو صمام V ونكتب المنفذ المتصدر ثم زمن التأجيل والذي هو عشرين ثانية بعد انتهاء أي بعد توفير أو تحقيق الانتقالية تحقيق الانتقالية أو تحقيق الاستقبالية ألا وهي T سلاش X31 عشرين ثانية تبدأ تأتي المرحلة الموالية ألا وهي المرحلة 32 وثلاثين هذه المرحلة نحاول أن نعرف من دفتر الشروط الأعمال المرفقة لهذه المرحلة إذن الأعمال المرفقة لهذه المرحلة هي تفريغ مسحوق الشوكولاتة بواسطة الكهرو صمام EVD نكتب المنفذ المتصدر ألا وهو KVD والعمل المرفق الثاني هو المحرك M A ونلاحظ هنا دفتر الشروط أنه يحث على أن التفريغ والمزج أي والمحرك يكونان معا في آن واحد ولهذا يكونان في مرحلة واحدة المدة هي تي دي تساوي خمسين ثانية بعد تحقيق الاستقبالية وهي تي دي إكس تين وثلاثين خمسين ثانية تنتهي الأشغولات تعالى وتنتهي بمرحلة هذه المرحلة هي المرحلة رقم ثلاثة وثلاثين وهذه المرحلة هي عبارة عن مرحلة تزامن وهي تزامن بين الأشغولات بما أن انتهاء الأشغولة أو نهاية الأشغولة يكون بتحقيق القابلية إكس ثلاثة منفية بما أنه هناك نداء للأشغولة إذن فهناك جواب على الأشغولة وهذا الجواب يكون بالقابلية إكس ثلاثة وثلاثين بعد تحقيق أو إنشاء ممتام منون لأشغولة معينة جي بيان أي الإنتاج ممتام منون للإنتاج العادي نحاول الآن أو يطلب مننا أيضا في الشهادة أو في الامتحانات يطلب مننا أيضا أن نكتب المعادلات أي معادلات التخميل والتنشيط على شكل جدول إذن نجد أولا المرحلة ثم معادلات التنشيط ثم معادلات التخميل والمرحل نبدأ بكتابة المرحل إذن المرحلة ثلاثين معادلات تنشيط المرحلة ثلاثين دائما دائما المرحلة تنشط دائما المرحلة تنشط بما قبلها أي تنشط بالمرحلة والاستقبالية هي مرحلة ثلاثين ستكون المعادلة تنشيط X33 و X3 بار أو X3 من فيها زائد X دوسة وهذه حسب قوانين تطور الجراف سات تقول بأن المرحلة الابتدائية يجب أن تكون منشطة دائما فتنشط بX دوسة بالنسبة للتخميل تخميل المرحلة دائما يكون بالمرحلة التي بعدها فنلاحظ أن المرحلة هنا X31 إذن المرحلة التي بعدها هي المرحلة X31 وتكون معادلة التخميل هي X31 بالنسبة للمخارج نلاحظ أن المرحلة 30 لا توجد أي أعمال مرفقة لها بالنسبة للمرحلة 31 ننطشط المرحلة 31 يكون بالمرحلة التي قبلها هي X30 والقابلية الموجودة بينهما وهي X3 في X104 بالنسبة للمعادلة التخميل التخميل يكون أيضا كما قلنا بالمرحلة التي تكون بعدها أي X32 و X32 أو X32 X32 أو X20 بالنسبة للمخارج نلاحظ أن هذه المرحلة مرفقة بعملين العمل الأول هو KVC إذن هذا المخرج الأول والعمل الثاني هو TC أي هذا المخرج الثاني لأن نرجع إلى أن نكمل نتحول إلى المرحلة 32 بالنسبة للمرحلة 32 هذه المرحلة تنشط بمرحلة X31 والقابلية TC أي الزمن وهذا الزمن كما قلنا مدته 20 ثانية عفوا هذا الزمن مدته TC 20 ثانية نعم التخميل يكون بالمرحلة X32 أو X20 الأعمال المرفقة هي KVD و KM و كذلك TD إذن المخارج هنا هي عبارة عن KVD KM و TD المرحلة 33 هذه المرحلة تنشط بمرحلة X32 و 30 و TD والتي هي مدتها خمسين ثانية بالنسبة للتخميل يكون ب X30 أو X20 المخارج ليست لنا مخارج لأنه لا توجد أي أعمال مرفقة لهذه المرحلة أعزائي أعزائي هنا في هذا أؤكد دائما أؤكد دائما على أن نلجأ دائما دائما لكي لكي ننشئ ممتامنون بصورة جيدة وبدون أخطاء علينا أن نتمعن جيدا ونقرأ جيدا دفتر الشروط لأنه كما يقال فهم السؤال نصف الجواب بالنسبة لنا هنا في دفتر الشروط فهم السؤال هو الجواب كله ثم أيضا لا ننسى أن ننظر ونتمعن في جدول الإختيارات التكنولوجية لكي نعرف الملتقطات والمنفذات والمنفذات المتصدرة وبهذا أعزائي الطلبة ننهي هذه الحصة أو حصة الدرس اليوم وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله موسيقى اشتركوا في القناة